ولكنه بعيداً عن هذا الحب لعائشة رضي الله عنها كان يتصرف صلى الله عليه وسلم بالعدل وعدالته كانت تظهر في القصد أي في المدة الزمنية التي يمكثها صلى الله عليه وسلم كل يوم أو التي يمكثها صلى الله عليه وسلم مع كل امرأة فثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين أزواجه وكان يعطي كل امرأة منهن يوماً وليلة أي أنه كان يبقى من غروب الشمس إلى غروب الشمس في اليوم التالي كان يبقى مع امرأة من نسائه في بيتها يعيش في بيتها تلك الليلة يبيت فيها يذهب ويعطي يزوره الزائرون ويأتيه الآتون في تلك الليلة في بيت تلك المرأة فهو بذلك يتحسس حاجاتها يؤنسها يبين لها صلى الله عليه وسلم يبينه الأزواج لزوجاتهم فذلكم شرف لها وهو حق لكل امرأة فهذا الأمر ما كان يفضل فيه صلى الله عليه وسلم زوجة على باقي أزواجه ملكن سواء في هذا الأمر ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن يوماً وليلة والعلماء يقولون إن أقل القسم يوم وليلة بل من أهل العلم من يقولون إنه لا يجوز القسم أكثر من يوم وليلة لأنه ستزداد الوحشة على الأزواج حينما يقسم الإنسان أكثر من يوم وليلة ولكن الأوجه أنه لا يمنع القسم أكثر من ذاك بل لا يمنع القسم إلى سبعة أيام بأن يجعل لكل امرأة أسبوعاً وأن يجعل للأخرى أسبوعاً ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حينما تزوج أم سلم كان من هديه حينما يتزوج امرأة جديدة ويبقى مع أزواجه يوماً وليلة مع كل امرأة ولكنه حينما تأتيه امرأة جديدة تزوج امرأة جديدة كان له هدي آخر وهو أنه يستأنف وأنه يبدأ قسماً جديداً ويترك للمرأة الجديدة أياماً وكان يترك صلى الله عليه وسلم للمرأة البكر سبعة أيام كما في الأحاديث الصحيحة وإن كانت الجديدة ثيباً أي سبق لها الزواج أو إن كانت أرملة فهذه يترك لها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام فيبقى مع البكر سبعة أيام يرعى شؤونها يرعى أحوالها لأجل أن يؤنسها فهي امرأة جديدة وبكر أما الثيب فكان يبقى معها ثلاثة أيام لأنها خبيرة بالحياة الزوجية وبعد هذه الأيام يرجع إلى مألوفه وإلى جدوله في القسم بين أزواجه صلى الله عليه وسلم حينما بنى بأم سلمة وانتهت ثلاثة الأيام أراد أن يخرج صلى الله عليه وسلم ليكمل مشواره في قسمه لأزواجه تعلقت أم سلمة بثوبه تريد أن تبقى معه صلى الله عليه وسلم تريد أن يبقى معها فقال لها صلى الله عليه وسلم ليس بك هوان على أهلك أي أنك ستبقى لها معززة مكرمة ولكن إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي أي إن شئت أن أبقى معك سبعة أيام فسأقضي لنساء الأخريات وسأبقى معهن سبعة أيام وهذا يفيد أنه قد يصح الأمر إلى سبعة أيام وإن كان الظروف زماننا هذا قد تجعل الأمر متغيرا ولكننا نرجع الأمر كله إلى التراضي بين الأزواج فهو الذي يحقق للإنسان ما لا يحققه الحكم الفصل بين الأزواج حينما يحكم به الزوج وحده إذن يقسم لهن صلى الله عليه وسلم يوما وليلة ولكن مع كونه يقسم لهن يوما وليلة ويبقى مع صاحبة الليلة ما كان صلى الله عليه وسلم ينسى بقية نسائه بل كان يمر عليهن كل يوم بعد صلاة العصر لأجل أن يسلم لأجل أن ينظر الحاجات لأجل أن يدخل الأنسى صلى الله عليه وسلم إلى قلوب باقي أزواجه فيقضي بعد صلاة العصر يمر عليهن على أزواجه أجمعين صلى الله عليه وسلم وما كان يبقى معهن كثيرا وهذا البقى هو الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي حينما شرب صلى الله عليه وسلم عسلا من بيت زينب بنت جحش وفوق هذا الأمر بعد هذه الزيارة بعد صلاة العصر الظاهر أنهن كن يجدمعن بعد صلاة المغرب في بيت صاحبة النوبة هذا كله يدخل الألف على الخلوب الآن الضرائر بعض ضرائر لا يعلمنا عن أخواتهن عن باقي النساء نساء أزواجهن وهذا كله يرسخ العداوة والبغضاء في قلوب هؤلاء الضرائر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسعى إلى أن يردم الهوة التي تحمل عليها الغيرة فكان يزورهن صلى الله عليه وسلم